موسيقى موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الأساتذة الزملاء التكوين العلمي للمحامي إزاي الأستاذ المحامي يكون نفسه علمياً بمجرد ما يتخرج إيه الأولويات اللي يجب أن يقوم بيها لأن إحنا بنشتغل بقانون بنشتغل بعلم بنشتغل بمعرفة قوانين قابلة للتعديل والتغيير فهنقدم بعض الإرشادات المهمة جداً وبعض الكتب اللي يلزم إنها اللازم تكون في مكتبة المحامي تبدأ تعرفها وتسجلها وكل ما تلاقي فرصة إنك تجيب كتاب منهم لازم تجيبه وتطلع عليه تماماً تماماً وتقرأ كويس جداً وتتقنه لكن لازم الكتب دي تكون عندك وتكتهد جداً إنك توفر تمانها من أولوياتك لأن دي هي عدتك وبضعتك وتكوينك أي مهنة بيبقى لها أدوات أدوات مهنة المحامي هي الكتاب والمعرفة نعرض النهاردة لبعض الكتب التي يلزم أن تكون موجودة في مكتب المحامي يعني بدونها نقدر نقول إن حضرتك لنت محامي ولنت في مكتب ده مهم جداً تكون موجودة وقبل ما نعرض للكتب في مسألة مهمة جداً وأصبحت متاحة جداً للكل المسألة إننا نطلع عليها على النت أي قانون بيصدر بتلاحظ إن هو نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ كذا وإحنا عارفين إن تاريخ العمل بالقانون بيبقى من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية يبقى حضرتك على قد ما تقدر لازم تقرأ الجريدة الرسمية دائماً وتقرأ أحدث الإصدارات التي صدرت فيها والتشريعات التي صدرت فيها عشان تعرف القوانين اللي تخصك في الفرع اللي أنت تخصصت واشتغلت فيه طب هتلاقي قوانين كتير وتشريعات كتير ما تخصكش وملهاش علاقة بيك أنت كده ما نضردش دي ثقافة قانونية أنت كده بقيت محامي واسع للطلاع وبتعرف القانون يوم صدوره إذا يخصك ويخص عملك بتبدأ تهتم بيه وتدرسه وتبحثه إذا يخص فرع تاني من فرار قانون اللي ما تخصكش ثقافة مش هتضرك في حاجة بل بالعكس هتضيف وتفيد نبدأ نتعرض للكتب اللي يلزم على المحامي أنه هو يكون موجودة في مكتبه وهذه الكتب هتبدأ بالإجراءات الجنائية هتجيب كتاب التعليق على قانون الإجراءات الجنائية للمستشار مصطفى هارجة ده كتاب ممتاز جدا أسلوبه بسيط جدا مليء بأحكام النقط متوسع جدا في شرحه وتوضيحه ده لازم يكون موجود عند المحامي هايز تجيب كتاب تاني معاه في نفس الموضوع الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية للاستاذ الدكتور أحمد فتح سرور ده كتاب أكاديمي رائع متميز جدا بيتم تجديده وتنقيحه دائما يعني أنا عندي فيه أكتر من طبعة ده كتاب أنصح به فيما يخص قانون العقوبات برضو قانون العقوبات للمستشار مصطفى مجد هارجة كتاب منتاز جدا يشتمل جميع تشريعات الجنائية في القانون الجنائي برضو مع الشرح مع أحكام نقد كثيرة جدا مع توضيح مع بيان المواضيع المتدولة في المحاكم وبعض الملاحظات التي نواجهها في العمل يتعرض لها ويوضحها فده أنصح به شباب المحامين عايز تضيف كماني بقانون العقوبات في ضوء أحكام النقد للمستشاري محمد أحمد حسن ومحمد رفيق البستويسي ده كتاب متميز جدا ومرتب أحكامه وفقا لترتيب نصوص المواد وده بيبقى طريقة بحثه سهلة جدا عايز المادة 76 بتلاقى في الفهر 76 تفتح تلاقيها تقرأ المواد الخاصة بها مترتب وفقا لترتيب قانون العقوبات ده كتاب مهم جدا في المرافعات هنقرأ تقنين المرافعات للمستشار للأستاذ محمد كمال عبد العزيز المحامي ده من أهم كتب المرافعات كتاب تقنين المرافعات كتاب مهم جدا يشمل كافة التفاصيل المتعلقة بقانون المرافعات وسبق أن أوضحنا أهمية قانون المرافعات فأنا أنصح بهذا الكتاب كتاب مهم جدا لازم يكون موجود في مكتب كل محامي كمان في كتاب مهم جدا نظرية الدفوع والقصومة للمستشار يحيى اسماعيل هذا فيما يتعلق بقانون المرافعات ده كتاب مهم جدا يعرض لكل المشاكل التي تعترض الدفوع والقصومة وفقا لإسمه زي ما هو باين من إسمه نظرية الدفوع والقصومة ده كتاب مهم جدا يلزم أن يكون موجود في مكتبه القانون المدني طبعا أولا وقبل أي كلام الوسيط للسنهوري الكتاب الأول الأوحد الأعظم الوسيط للسنهوري ده كتاب مهم جدا ومتميز جدا وشارح أول كتاب شرح القانون المدني ولا زال يطبع ولا زال يتداول ويستحيل الاستغناء عنه وتم التعقيب عليه بإضافة أحكام نقط فأصبح كتابين في كتاب ده كتاب أنا أنصح بشراءه كتاب مهم جدا نادر غالي لكن يلزم أن أنت تكتهد وتجيبه عايز تجيب حاجة نفس ده بالظبط لكن أقل منه شوية كتاب رائع ومتميز جدا اسمه مرجع القاضي للمستشار محمد سعد الدين يحوي كل ما يحويه الوسيط لكن بشكل مختصر إلى حد ما وبه بعض أحكام المحاكم التي تفيدك وتصعفك في الموضوع الذي يبحثه وأيضا التقنين المدني للاستاذ محمد كمال عبد العزيز المحامي اللي هو عمل قانون المرافعات وصبق وعرضنا له التقنين المدني وعقد البيع عمل مجلدين التقنين المدني جبير عقد البيع كتاب صغير شوية ده موضوع مهم جدا جدا وهو من خير من كتبه في هذا المجال في قانون الإثبات فيه كتاب مهم جدا رسالة الإثبات للمستشار أحمد نشأت ده من أهم الكتب في الإثبات على الإطلاق كمان ومعاوف نفس مستوى التعليق على قانون الإثبات للمستشار عز الدين الدين سوري والأستاذ حامد عقاظ المحامي ده كتاب في غاية الأهمية فيما يتعلق بقانون الإثبات وكمان نضيف إليهم كتاب المرشد في الإثبات للمستشار يحيى اسماعيل ده كتاب في غاية الأهمية اللي يجمع هذه الكتب أعتقد أنه هو يكون في مكتبته الكتب الضرورية التي يستحيل أن يكون هناك محامي أو مكتب محامي يخلو من هذه الكتب فيه كتب أنا جبت لك منها نموزجين ثلاثة يكفي نموزج واحد يعني هنجيبها برضو عشان ما نرهقش حضرتك الإجراءات الجنائية هنجيب التعليق على قانون الإجراءات للمستشار مصطفى هرج التعليق على قانون العقوبات للمستشار مصطفى هرج تقنين المرافعات محمد كمال عبد العزيز دول ثلاث كتب دلوقتي الوسيط للسنهوري ده كتاب كبير وغالي 12 مجلد لكن مهم قلنا هنستعين عنه بكتاب مرجع القاضي للمستشار محمد سعد الدين رسالة الإثبات أي واحد في دول يكفي لكن التلاتة بيدوخ ثقافة أكتر معرفة أكتر المام أكتر فيه موضوع بيبقى كتاب متناوله بشكل كبير جدا موضوع تاني تناول موضوع آخر بشكل أهم وأوسع فيلزم إن الكتب ديكوا موضوع لكن فيه بدايتك هات من كل موضوع كتاب واحد ابدأ بيه لكن ما ينفعش تبدأ من غيره ممكن تبدأ بكتاب من التلاتة لكن ما ينفعش تبدأ من غير كتب من التلاتة لأ كده أنت بدا غلط لازم نتعلم ولازم نعرف لأن المحامي متعلم متعلم دائما المحامي حتى تنقضي حياته لا ينفك عن الكتاب أبدا أوعى تنتظر إن أنت هيجي عليك وقت تحتاج خلاص إنك مش محتاج كتاب وخلاص إنت بقى عندك الخبرة العلمية مستحيل نفس الموضوع ونفس الجريمة بتبقى شغال فيها مبارح حين تعرض عليك اليوم هتبحث تاني وتقرأ تاني لإنت كنت تقاريم بارح فأنت مش هنفع تتخلى عن الكتاب أبدا فيما يخص الأحوال الشخصية هتجيب مجموعة الأحوال الشخصية للمستشار محمد عزم البكري مجموعة ممتازة جدا بسيطة جدا ووضحة جدا هو بيجي أعرض لبعض الصيغ وكمان فيه موسوعة الإجراءات التقاضي أمام محاكم الأسرة للمستشار أحمد موافي ده كتاب حديث متميز جدا كتاب أقدر أقول إن هو رائع لأنه شامل قانون وشامل أحكام محاكم وشامل أحكام محكمة نقد وكتاب أنا أشهد له بالتميز وأنصحك بإنك أنت تقتنيه لأنه هيساعدك في كل منازعات الأسرة فيه كتاب أهم من كل الكتب ديت هو ربما يكون أولهم لأنه متعلق بيك ومارستك لمهنة المحامة وحقوقك وواجباتك وضوابط مهنة المحامة وهو كتاب المحامة في ضوء قضاء النقد والإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا للمستشار أسامة توفيق عبدالهادي الكتاب ده مهم جدا لأنه بيبين لك موقفك أنت كمحامي بيين من اسمه حتى المحامة في ضوء الإدارية والدستورية والنقد إيه المحامة؟ التلاتة دول قالوا عليه أهم محاكم في مصر وأعلى محاكم في مصر ماذا قالت في أحكامها ومبادئها؟ فيما يتعلق بالمحامة؟ واجبات المحامة، حقوق المحامة، التزامات المحامة، ضمانات المحامة كل ما يتعلق بالمحامة موجود في كتاب المحامة اللي نوهنا عنه للمستشار أسامة توفيق عبدالهادي وهذا الكتاب يلزم أن يكون ضمن المكتبة الأستاذ المحامي المبتدئ مقرؤاً مفهوماً وبيتضح أهمية المعرفة العلمية والقانونية والثقافة القانونية منذ نشأة نقابة المحامين المحامين هم اللي عملوا أول مجلة للمحاماة أول مجلة للمحاماة عملها المحامين مجلة المحامة اللي هي بتاعتنا المعروفة والمتدولة واللي يعرفها الكثيرون دي المحامة أنشأت سنة 1912 وهذه المجلة أنشأت 1920 وكانت مجلة عالمية في معلوماتها القانونية وتخرجاتها والأبحاث التي يقوم بها المحامين في هذه المجلة ده بيتجلى بأهمية دور المحامي في الثقافة أهمية دور المحامي في تحصيل العلم أهمية دور المحامي في الإلمان بالثقافة القانونية الضرورية المهمة التي تتكون بها شخصيته وفكره وعقليته وتساعده في النهوض بأعباء هذه المهنة شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة